وحول تطورة الأوضاع بقطاع غزة أكد الرئيس السيسي أن مصر تقوم بدور حيوي لإقاف السراع ووقف إطلاق النار ونزيف الدم وأضف الرئيس السيسي أن مصر تسعى جاهدة بالتعاون مع الشركاء لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة مشددا على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال العمل الدبلوماسي وحل الدولتين نحن نقوم بدور إيجابي جدا في احتواء التصعيد الموجود ومحاولة تهديئة الأمور والوصول إلى إقاف لهذا السراع وأيضا لوقف إطلاق النار بشكل أو بآخر وإقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده وأيضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في أحواج الحاجة لها في ظل احنا من يوم 7 أكتوبا للنهاردة بنتكلم في أكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم وطبعا مفيش مية ومفيش كهربا ومفيش وقود وبالتالي حجم حتى مواد طبية ومواد إغاسية ومواد غزائية فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلنا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي شكرا